مجالس شعبية بلدية تنصب هذه الأيام عقب استحقاق محلي هو الأول في أهدة الرئيس عبد المجيد تبون الذي أكد دائما على ضرورة أن يلعب المجتمع المدني دوره في الفترة الحالية ليكون اليوم جزءا هاما في مصاري إصلاح كبير انتهجته الجسائر من قبل كان فيه صعوبة في أننا نحدد المساحات التي يمكن للمجتمع المدني أن يتدخل فيها ولكن اليوم بعدما تم تعيين مرصد الوطني للمجتمع المدني وين أصبح هذا المرصد تقع على مسؤوليته عملية خلق تلك الجسور التقارب والتواصل والاتصال مع المؤسسات ومع المجالس المحلية البلدية والولائية مكانة كبيرة للجمعيات والمنظمات المدنية في تحقيق تطلعات المواطن الجزائري من خلال مرافقته الهيئات المنتخبة على المستوى المحلي والتسريع في عجلة التنمية المحلية لكن هل يمكن أن نوكل إلى هذه الهيئات المدنية مسؤولية الرقابة على المنتخبين في ذل قانون البلدية الجديد؟ أنا لا أنظر إليها على أساس أنها وظيفة المراقبة بقدر ما هي موظيفة المواكبة وتقديم يد المساعدة لهذه المجالس والهؤلاء المنتخبين يجب أن ينظر هؤلاء المنتخبين وتنظر هذه المجالس البلدية والولاية إلى الجمعيات والحركات الناشطة في المجتمع المدني على أساس أنها تريد أن تقدم إضافة للمجتمع تريد أن تحدث التغيير تحارب الفساد تحارب البيوغراطية لتكون الانتخابات المحلية بنجاحها المشهود والمجتمع المدني بما كانته الممنوحة ثنائية عملت السلطات العليا في البلاد على توافقها لفائدة الصالح العام من أجل الجزائر